اختمت اليوم اعمال جمعية الامناء العامي للبرلمانات الوطنية والمشاركة في الجمعية 46% للاتحاد البرلماني الدولي ونقشت خلال الاجتماعات على مدى 4 ايام اهم القضايا والموضوعات التي تسهم في تطوير اداء الامناء العامة للمجالس ضمن اعمال جمعية الامناء العامين للبرلمانات الوطنية في دورتها الحالية ناقشت الجمعية صباح اليوم خلال اجتماعاتها عدة موضعات مهمة متعلقة بالتوازن بين الجنسين في البرلمانات والتغير المناخ والتحول الرقمي الى جانب عرض استبيان لانشاء دليل لأفضل الممارسات من اجل البرلمانات الرقمية اليوم شهدنا ختام اعمال جمعية الامناء العامين للبرلمانات الدولية كل كان يرحب بالنجاح اجتماعات الجمعية وصار فيه تبادل لتجارب البرلمانات في مجال العمل الاداري في مجال العمل الامانات العامة مع السادة البرلمانيين واحنا في دورنا في مملكة البحرين بينا لهم تجربة مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان في مجال حقوق المرأة وين وصلوا والكل كان من بهر جمعية الامناء العامين للبرلمانات الوطنية هي اطار رفيع المستوى وفريد من نوعية في العالم لانه هي الاطار الوحيد والفضاء الوحيد الذي يجمع الكتاب العامين والامناء العامين لكافة البرلمانات الوطنية على السعيد العالمي من مختلف القارات لتبادل التجارب وتبادل الخبرات والطلع على الممارسات الفضلة فيما يخص تنظيم العمل البرلماني سواء في مجال تشريع أو في مجال مراقبة العمل الحكومي أو في مجال تقييم السياسات الأمومية تأتي هذه الاجتماعات لأهمية تكاتف جهود الامنات العامة في سبيل تبادل أفضل الممارسات التي تنهب بالعمل التشريعي في الدول وتسهم في استدامة جودة وكفاءة أوجه المساندة لأعضاء البرلمانات في العالم بدأنا في الصباح في مناقشة العديد من المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع الأمناء العامين إضافة إلى تعميق العلاقات مع زملائنا في الاتحاد ما رأيته اليوم خلال اجتماع الأمناء العاميين مفيد جداً ولقد تعلمت من زملاء الكثير حيث تبادلنا الآراء المتعلقة بعدة مواضيع إن اجتماعات الأمناء العامين على همش الجمعية السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي تصب دائماً في صالح تبادل الرؤى وتنسيق وتنظيم الجهود والدفع بها قدماً لتطوير أداء الأمنات العامة للمجالس للوصول إلى المستوى الذي يرجوه الجميع وبما ينعكس على مساندة مسار التعاون متعدد الأطراف في ختام اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية نوقشت العديد من الموضوعات والقضايا المهمة وذلك في سبيل تبادل أفضل الممارسات التي تنهض بالعمل التشرعي في مختلف دول العالم خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين